يعني ده كلام مهم جدا هنتكلم بقى هنتكلم في الكورة و هنتكلم في الدوري و هنتكلم في أفريقيا و هنتكلم في كل هذه الأمور و النهاردة ان شاء الله عندي بعد قليل تلاتة من نجوم مصر و النجوم النادي الأهلي كابتن عدل طاعمة و كابتن شريف عبد المنعم و كابتن أحمد بليل حيكونوا معايا بعد قليل هنتكلم على مباراة الدوري العام اللي تلعبت النهاردة و هنتكلم على هل بترجيت خلاص بعد كمان قرار او استقالة مؤمن سليمان من الإدارة الفنية لبيترجيت هل النهاردة المقاولين و امبي كانت مباراة حلوة هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا تخص المباراة الدوري و هنتكلم أيضا عن فريق سينبا التنزاني و مباراته أمام النادي الأهلي ان شاء الله يوم السبت القادم هنا في القاهرة في استاد برج العرب ما تنسوش لكل جمهور النادي الأهلي ما تنسوش الأهلي في أشد احتياج لجمهور الأهلي في أشد احتياج لجمهور يوم السبت يجب أن يكون هناك كابتر الخطيب النهاردة طلب بزيادة أعداد الجماهير لعشرين ألف عارفين ليه؟ ثقة في حضراتكم إن العشرين ألف حيكونوا متوجدين في الملعب والعشرين ألف حيشجعوا فريق نادي الأهلي بس حيشجعوا فريق نادي الأهلي بس مش حيعملوا حاجة تانية حيشجعوا حيزلزلوا الملعب عشان يقولوا للعبة دي احنا وقفين في ظهركوا المشوار طويل والدنيا ساعة والمطش بالليل وكل حاجة ولكن أنا متأكد إن حضراتكم هتبقوا موجودين عشان كده مجلس الإدارة طلب زيادة أعداد الجمهور لعشرين ألف متفرج النهاردة نتمنى أن يتم الموافقة على موافقة الأمن طبعا على زيادة الجمهور لأن أنا متأكد إن حضراتكم هتبقوا موجودين لأن النادي الأهلي يحتاج إلى السبعين تمانين مليون اللي وراه خلال هذه الأيام خلينا نطلع نشوف هذا الكليب ترجمة نانسي قنقر